مرحب بكم من جديد معكم خالد بوزان في درس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية نحن في الدرسين السابقين تحدثنا عن قسم المفردات وتعلمنا مفردات جديدة واليوم راح نتابع بقسم المفردات وتعرف على مفردات جديدة ومهمة درسنا اليوم هام جدا جدا تركزوا معي وتحفظوا طيب عنا قسم المفردات المفردات لنا أو الزخيرة اللغوية طبعا نحن أخذنا تاجس سايتن أيام الأوقات النهار وأخذنا تاجس يعني اليوم البارحة غدا إلى ما هو هنالك اليوم راح نتعرف على أيام الأسبوع ودرسنا بعنوان دي فوخن تاجس التسي والها هنا تلفظ مثل حرف الخاء في اللغة العربية يعني هي البوخة الأسبوع دي فوخن تاجس أيام الأسبوع إذا كلمة مركبة من كلمتين أداة تعريفة شو بيكون؟ بيكون هي الكلمة الأخيرة والجزء الأخير من الكلمة تاجس أيام تاجس أيام لنا دي تاجس شو اسم الجمع دائما شو أداة تعريفه دي في اللغة العلمانية بشكل مجرد لذلك دي فوخن تاجس أيام تاجس أيام الأسبوع ندخل على الدرس ونشوف إذن عنواننا درسنا اليوم دي فوخن تاجس أيام الأسبوع درس هام جدا 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 أتمنى أن تركزوا معي وتحفظوا رح أعطيكم يا بشكل كتير حلوم والمقتصر المفيد لدي أول شيء كلمة مهمة دي فوخة دي فوخة يعني الأسبوع كلمة الأسبوع دي فوخة التسي والها هنا تلفظ مثل حرف الخاء في اللغة العربية دي فوخة الأسبوع لدي هذه الكلمة مهمة إذن اسم مؤنس الأسبوع اسم مؤنس أداة تعريفه دي إن معظم الأسماء التي تنتهي بي معظم وليس كل دائما معظمة بيكون أداة تعريفه دي دي فوخة الأسبوع هلأ عنا جميع أيام الأسبوع أسماء مذكرة جميع أيام الأسبوع كيف يعني جميع أيام الأسبوع؟ يعني يوم الأسنين يوم السلاسة يوم الأربعة يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت ويوم الأحد رح نتعرف عليهم وكلهم أداة تعريفهم دي مثل أوقات النهار شو قلنا نحن في الدرس الأول من القسم المفردات؟ قلنا أوقات النهار جميع وها أيضا أسماء مذكرة مع عدد الليل أو الشيء المرتبط بالليل هون عنا أسهل قاعدة جميع أيام الأسبوع أسماء مذكرة كل يوم منشوفهم يوم الأسنين يوم الأول دا مونتاك دا مونتاك إذن يوم الأسنين اسم مذكر أداة تعريفه دا اسم يوم الأسنين دا دينستاك دا دينستاك يوم السلاسة دا متوخ دا متوخ يوم الأربعاء طيب هلأ في شغلة ملاحظة هون مهمة كمان دا أسكر لكم إياها لاحظوا كلمة متوخ بتتذكروا قلنا فترة الظهر الظهيرة باللغة الألمانية شو قلنا قلنا دا متاك قلنا بوقتها في الدرس المفردات فرجيكم إياها في الدرس المفردات قلنا إن وقت الظهيرة دا متاك قلنا جاية من كلمة مت منتصف وتاك منتصف النهار يعني بمعنى منتصف النهار منتصف النهار هو وقت الظهر منتصف النهار وهون نفس الشي عنا هلأ نحن منتصف الأسبوع في درسنا اليوم كمان يوم الأربعاء في اللغة الألمانية يعتبر منتصف الأسبوع دا متفوخ يوم الأربعاء إذن هو جايم يوم الأربعاء من كلمة منتصف الأسبوع بيتبروه منتصف الأسبوع في اللغة الألمانية دا متفوخ إذن أنتوا طبعا بتحفظوه ونحفظ طبعا شلون بكل اللغات العالم نحفظون يوم الأسنين يوم السلساء يوم الأربعاء إلى ما هونالك كمان في اللغة الألمانية أنتوا طبعا بتحفظوه وتتدربوا على كتابتون وبتحفظوه إذن دير متوخ يوم الأربعة بس حبيت أسكر لكم هالمعلومة هالملاحظة من وين جاي إذن مت منتصف وفوخ اللي هي الأسبوع دير متوخ يعني منتصف الأسبوع اللي هو يوم الأربعة منتابع دير دوناستاك دير دوناستاك يوم الخميس دير فخايتاك دير فخايتاك يوم الجمعة دير زمستاك دير زمستاك يوم السبت دير زونتاك دير زونتاك يوم الأحد إذن هاي أيام الأسبوع من الثانين للأحد في ألمانيا الأسبوع بيبلش دائماً بيوم الأسنين هو أول يوم عمل يوم الأسنين طبعاً خمسة أيام أيام عمل بعدين بيجينا لنهاية الأسبوع السبت والأحد بعد لكون اللفظ دير مونتاك دير دينستاك دير متوخ دير دونستاك دير فريتاك دير زمستاك دير زمستاك دير زمستاك هاي أيام الأسبوع هيا بيبدوماً تحفظوها بسهولة يوم الوحي الموحي دير مواحي دير مواحي دير مواحي الحاليפ نرى شيء مهم نحن قلنا دير مونتاك دير دينستاك دير متوخ دير دونستاك دير فريتاك دير زمستاك دير زونتاك هاي أيام الأسبوع هلا في اللغة الألمانية من يوم التنين ليوم الجمعة مشمولين لاحظوا هون السهم بيبلش هون وبينتهي هون إذن هالخمسة أيام تعتبر أيام عمل يعني الإنسان في ألمانيا بيروح بشتغل من التنين للجمعة منسمية هالأيام في اللغة الألمانية كمجموعة مع بعض تسمى Die Werk Tag Die Werk Tag Die Werk Tag أي أيام العمل إذن Tag يوم اسم جمع أداة تعريفه Die Werk يعني العمل Die Werk Tag يعني أيام العمل إذن الإنسان بيشتغل في ألمانيا من التنين للجمعة هاي أيام العمل تعتبر والثبت والأحد اللي هي عطلة نهاية الأسبوع بيكون عنا نحن في ألمانيا إذا نهاية الأسبوع إذن نهاية الأسبوع الشيء يسمى في اللغة الألمانية كمان من نشوفه اللي هو اسم خاص فيه Das Wochenende Das Wochenende Weche ألنا أسبوع Wochenende كلمة End يعني نهاية نهاية الأسبوع إذن لحظوا كيف لما أفسركم الأمور كثيرا فتصير بسيطة فيكم تستحفظوها بسهولة إذن نهاية الأسبوع Wochenende أداة التعريف das لكلمة end لاحظوا هي إحدى الاستثناءات كلمة end das end النهاية رغم أنها تنتهي بحرف A ولكنها ليست اسم مؤنس هي إحدى الاستثناءات تعتبر أداة تعريفها das وبالتالي أداة تعريف هالكلمة buchen end نهاية الأسبوع هي من أداة تعريف آخر جزء من الكلمة اللي هو end das end وبالتالي das buchen end نهاية الأسبوع فإذن أول خمس تيام في الأسبوع متنين للجمعة اسمهم die weg tag أيام العمل ويوم السبت والأحد اسمه das buchen end كلمات شهيرة جدا رح تسمعوها بحياتكم اليومية بشكل متكرر دائما بشكل متكرر رح تستعملوها وتحتاجوها بشكل يومي إذن die weg tag أيام العمل das buchen end نهاية الأسبوع هدول خمس تيام وهدول يومين هدول متنين للجمعة وهدول سبت والأحد هاليومين اسمهم buchen end طيب هلأ ننتقل لها ملاحظة كتير مهمة بتركزوا معي هلأ نحن قلنا هدول أسماء أيام الأسبوع من الثانين للجمعة أسماء هلأ عندي صيغة تانية شوفوا هدول أسماء no man كلمة no man يعني أسماء no man هلأ شو بدنا نشوف إذا منحول الأسماء لظرف زمان لظرف زمان بيتغير المعنى وبيتحولوا هالكلمات لظرف زمان ومشوف شو معناته هده الحكي هلأ بفسر لكم يا وشو استعمالاته the montag بيصير montax بشي لأداة التعريف أداة وأدوات التعريف دائما للأسماء لأنه بس الأسماء بتاخد أدوات التعريف هذا صار ظرف زمان montax montax يعني أيام الأسنين أيام الأسنين montax يعني كظرف كل ما بيصدف يوم الأسنين وقت يوم الأسنين الوقت لما بيصدف يوم الأسنين أو يوم السلسة أو الأربعة بكل بساطة تلغى أداة التعريف لأنه ما عاد اسم صار ظرف ويوضاف فقط لهاليوم لأيام الأسبوع حرف الأس في كل واحدة فيهن بيصير montax dienstax mittwochs donastax freitax samstax zontax إذن منضيف فقط حرف الأس لأيام الأسبوع وبتحول لشو؟ بتحول لأدفرب قلنا أدفرب يعني كلمة ظرف ممكن يكون ظرف زمان أو ظرف مكان في هالحالة نحن ظرف زمان عندنا montax dienstax mittwochs donastax freitax samstax zontax طيب أنا ليش بهمني هذا الحكي وليش أبعطيكم هلا منشوف أمسي لنشوف استعمالاته وتطبيقاته كم مثال بسيط وهذا هو درسنا اليوم كتير سهل وحلو إذن montax ظرف صار طبعا الظرف كتبتلكون بحرف صغير ليش؟ لأنه فقط الأسماء فقط الأسماء تكتب دائما بحرف كبير الأسماء وأسماء الأشخاص إلا إذا أجد في أول الجملة إذا وردت كلمة montax ظرف في أول الجملة قلنا كل شيء يأتي في بداية الجملة بعد نقطة من أول السطر أو بعد نقطة يكتب بحرف كبير بغض نظر شو نوع الكلمة كانت ظرف أو اسم أو فعل أو أي شيء آخر لهون بتمنى أن تكون الأمور واضحة ومفهومة هلأ منشوف مثال شو الفربة بين montax و der montag ومنشوف كم تطبيق كم جملة وهذا هو درسنا اليوم بثير سهل عنا الجملة الأولى دائما دائما حفظوا وهي مع أيام الأسبوع تستعملوا كلمة أم 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 منتاك جي إيش إنس شويم بات أم منتاك جي إيش إنس شويم بات أم منتاك جي إيش إنس شويم بات يوم الأسنين سأذهب إلى المسبح يوم الأسنين إذن لما بدي أقول في اللغة الألمانية يوم الأسنين يوم السلساء السلساء رايح أزور رفيقي يوم الأربعاء رايح الجامعة يوم الخميس رايح المسبح يوم الجمعة بدي روح مع رفقاتي على البلد شو بقول دائما أم منتاك أم دينستاك أم ميتفوخ أم دونستاك يعني يوم الأسنين يوم السلساء يوم الأربع بقصد يوم بعينه يعني أنا هلا اليوم عندي مثلا اليوم الأحد وانا بخطط الاسبوع الجاي عبقول امونتاك جي ايش انس شبنبات يوم التنين رايي عالمسبح انا ام دينستاك جي ايش تنس شبين نهار تلاتا بدارو ألعب كرة التنس كرة لابة التنس مثلا اممتوخ جي ايش مت مين فريندن ان دي شتات يوم الاربعاء راح اروح معرفاتي عالبلد اذا دائما مع يوم ايام الاسبوع نستعمل كلمة ام يعني يوم كذا يوم كذا يوم الاسنين ام هاي من شو مؤلفة مؤلفة من ان و ديم مونتاك نحن مو قلنا هو اسم اداة تعريفه دا هون الحالة داتيف لوجود حرف جر ان حرف جر مشترك بين داتيف و الاجوزاتيف راح ناخدهم في درس القواعد لسا ما وصلنا له بس وصلنا تماما لهذا الدرس ان ديم هاي ان ديم تختصر بام وشفنا اختصارات لان احرف الجر احيان نختصره مع اداة التعريف هاي احدى الاختصارات اذا هي ان ا ا ان و ديم دا مونتاك في اللغة الالمانية اسم مذكر دا مونتاك في حالة الداتي في ان دا شو بتصير ديم فلذلك هي ان ديم مونتاك فتختصر بام ام اذا دائما لايام الاسبوع بستعمل كلمة ام ام مونتاك في النهاية يوم يوم لأحد انا ابقى انهار الاسترار اقصر بالنهاية الاغيين سأذهب انا ins هي جمان حرف جر و نصب مشترك das schwimbad المسبح bad يعني حمام schwimmen فعل يسبح schwimbad يعني الحمام الذي نسبح فيه اللي هو اسمه مسبح في اللغة الألمانية das schwimbad إذن أنا نهار الثاني رايح على المسبح am montag gehe ich ins schwimbad يوم الأسنين طيب هلأ دا أشوف montags اللي أخدناهن الظروف شو الفرق بيناتون و ليش ذكرتلكون ياها لازم تتعلموها ليش لاحظوا معي هلأ هالجملة montags gehe ich ima ins schwimbad montags gehe ich ima ins schwimbad كل يوم أسنين أذهب إلى المسبح إذن لاحظوا هون الفرق هون عب أحدد أنا يوم بعين بذاته عب أقول نهار الثانين أنا رايح على المسبح يوم الأسنين سأذهب إلى المسبح هون عب أقول montags يعني كل يوم أسنين كل ما أجأ يوم الثانين أنا مخصصه هذا اليوم بروح فيه على المسبح إذن montags يعني كل يوم تانين جايش أذهب أنا ima دائما دائما ima ins schwimbad إلى المسبح إذن كل يوم أسنين أذهب إلى المسبح إذن الفرق بين هدول هاد و هاد هذا اسم عب أحدد عب أقول يوم الأسنين سأذهب إلى المسبح هون montags عب أحدد ظرف زمان عب أقول كل ما بجي يوم الثانين ظرف زمان كل ما تحقق يوم الثانين أجأ هذا الوقت هاد الزمان كل ما أجأ يوم الثانين أنا بروح على المسبح montags gich ima ins schwimbad لاحظتوا الفرق هلا بين الثانين والليش أعطيتكن يا كتير مهم وهذا هو بكل بساطة هي أيام الأسبوع وستعمالاتها بشكل عام بسيطة وسهلة إذن هذا يوم بعينه يوم الثانين يوم الثلاثة يوم الأربعة لما عنددك تقول جملة وهون لما بتقصد أنه أنت كل يوم ثانين بتعمل شغلي كل يوم ثلاثة بتعمل شغلي كل يوم أربعة بتعمل شغلي متفوخ سجايش إما تشتنس شبيل يوم الأربعة دائما بروح بالعب بيمبون أنا خلص أنا مخصص هذا اليوم لهالنوع من الرياضة مثلا فأنا كلمة montags إذن كلمة بيتكرر يوم الثانين كل يوم ثانين كلمة بيصدف يوم الثانين أنا بروح على المسبح هذا الفرق بين الثانين هذا اسم وهذا ظرف طبعا كتبنا بحرف كبير montags هو ظرف يكتب بحرف صغير لأنه أجت الكلمة في أول الجملة لو جاي في منتصف الجملة أو آخر جملة نكتب بحرف صغير طبعا لأنه ظرف بتمنى يكون هاد المسالين واضحين كتير ووضحوا لكل أمور الآن جملة كمان مهمة جدا جدا ركزو ماي نكتب بحرف صغير طبعا لأنه ظرف صغير طبعا لأنه ظرف صغير طبعا بحرف الس طبعا كم يتغب مخلوق الاول شيء ما معنا الجملة أيام العمل نحن توفح صغير الأسبوع من الثامن偶لى هنا جمع و أجد في حالة داتيف داتيف و جمع و جمع و هو حرف جر مشترك بين الجر والنصب ولكن هنا بمعنى الجر أجد الحالة العربي حالة الجر و جمع و نضيف حرف الن و في قسم القواعد و نضيف حرف الن من هون جاي حرف الن إذن أيام العمل يعني المقصود فيه من الثانين للجمعة هم فيه نحن فاتحين هم فيه نحن من فن لنا أخذنا هذا حرف الجر من الساعة 8 للساعة 18 يعني السادسة مساء مقصود فيها السادسة مساء وين بتلاقوها العبارة؟ تلاقوها على المحلات كل المحل في ألمانيا تلاقوها لازق على الباب البلور أو قدام المحل أنه من أمتى يفتح من أين يوم لأين يوم ومن أين ساعة لأين ساعة فتلاحظوا أنه يستعملوا إحدى الجمل اللي ممكن يكونوا يستعملوا الأكثر شيوعا هي بهالطريقة فهناه من أين نحن من أين عامة من أين عامة اذا ايام العمل نحن فاتحين من الثامنة حتى السادسة اذا هاي استعمال كلمة من أين يوم طيب ممكن يستعملوها بطريقة تانية بطريقة الظرف كما يزال من الأسبوع نوم من الأسبوع نوم من ذو من ما يعمل كما ، الوقت تستعمل الوقت هنا أسم هنا زرف كما نعمل كلمة منذ ذلك ونضيفها حرف الأس فهذه تصبح مونتاكس هو منذ نوم من ذلك ما يصبح الفرق الآن؟ الفرق الآن بالمعنى لا يوجد فرق الجملتين مثل بعضهم وصعر أشخاص يمكن أن تستعملون لنفس المعنى يعني كل أيام العمل دائماً من الثانين للجمعة دائماً من يوم الأسنين إلى يوم الجمعة لغوياً الجملتين بنفس المعنى قواعدياً واحدة استعملنا فيه كاسم ووحدة كظرف والجملتين معناه أن أيام العمل نحن مفاتحون يعني فاتحين يعني نعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة مساء 8 الصبح 18 يعني 6 المساء هذه الاستعمال أيضاً فيه إذا تعلمنا أيام الأسبوع دائماً أم مونتاك إذا ظرف مونتاك الأيام من الثانين للجمعة لما نعمل محلات فاتحة من الثانين للجمعة نقول أن فيه أو شو نقول فيه ياهاي ياهاي كمان عنا جملة أخيرة هلا وبيكون تاها درسنا اليوم جملة أخيرة كمان لكلمة الوخن نهاية الأسبوع وهاي كمان كلمة كتير شائعة وكتير تستعمل في لغة الألمانية يعني نهاية الأسبوع سنذهب لزيارة الجدد نهاية الأسبوع من الثانين للغة الألمانية لأنه أداة تعريفها من أداة تعريف آخر جزء من الكلمة وهو أند وأند أداة تعريفها داس هذه بشكل مجرد أجد في حالة الداتيف عن ديم عن ديم عن حرف جر ونصب مشترك هون أجا حرف جر وخن اند قلنا داس في اللغة الألمانية في الداتيف شو بتصير دروس القواعد شرحناها بالتفصيل بتصير ديم وبالتالي هي عن ديم تختصر مع بعضها أم طبعا هي لا تستعمل عن ديم أبدا إذا نقول بها المعنى هي تستعمل دائما أم دائما تختصر أم وخن اند يعني الشو؟ يعني نهاية الأسبوع أم وخن اند يعني نهاية الأسبوع طبعا ما حددت أنا هون ممكن يكون يوم السبت ممكن يكون يوم الأحد ممكن يكونوا الأسنين معا الوخن اند إذا هو فترة زمانية من السبت للأحد يتضمن اليومين من الصبح للمساء كاملين بشكل كامل إذا أم وخن اند جين في أومى بزوخن أم وخن اند في نهاية الأسبوع يعني أنا مثلا في منتصف الأسبوع نهار ثلاثة عبقال لهم لأطفالي لأولادي عبقال لهم آخر الأسبوع رح نزور نانا رح نروح نزور التيتا رح نروح نزور الجدة الجدة إذا أومى أومى يعني الجدة في اللغة الألمانية بزوخن يزور فيا نحن جين نذهب إذا أم وخن اند نهاية الأسبوع سوف نذهب نحن لزيارة الجدة نهاية الأسبوع سنذهب لزيارة الجدة هاي استعمال وخن اند دائما مع أم أم مثل مثل مين مثل أيام الأسبوع مثل أيام الأسبوع نفسهم أم ديم مونتاك أم ديم وخن اند أم مونتاك أم وخن اند والظرف استعماله مرة هون و مرة هون هاي الجمال واضحة جدا دقوا فيها وقفوا الفيديو كبسوا ستوب وتفرجوا عليها وكتبوها ولاحظوا انتوا هاي تدقوا بالفرق طبعا شرحت لكم يا عيدوا دائما الفيديو وتفرجوا عليه واسمعوا وشوفوا الفرق كيف منفرق بعناتهم وشو خصوصية كل حالة اذا هاي قلنا فقط يوم بعينه هون التكرار كل يوم اثنين او كل يوم ثلاثة او اربعة هون اش قلنا كل الايام من الثانين الى الجمعة هون الاسم والظرف بنفس المعنى والفوخن عنده دائما نستعمل معه ام فوخن عنده نهاية الاسبوع اذا درس سهل وحلو كتير ومهام جدا طبعا جدا جدا هام يعني في كل لغة ايام الاسبوع تطورون الاشياء الاساسية اللي لازم انسان يحفظها اتمنى تكونوا استفادوا كمان من درس اليوم رح نتابع طبعا ايضا قسم المفردات ورح نمشي ايضا في قسم القواعد بشكل متوازي طبعا في كتير من الناس هلا بتسألني فيه ناس بقول لي مثلا لو سمحت تابع قسم القواعد لو سمحت قسم المفردات لو سمحت اسئلة الجنسية الالمانية طبعا انا رح حاول امشي بشكل متوازي على كل المسارات فصبركم وحلمكم شوي وان شاء الله مكمل معكم وشوي شوي نبني طبعا خطوات انا دائما بحاجة دروس معينة لا اقدر اشرح لكم دروس ثانية فانا ماشي على سيستين معين اوصلكم فيها اللغة الالمانية بطريقة سهلة وحلوة وإلى اللقاء في الدرس القادم اشتركوا في القناة